في خضم الصراعات السياسية والمناكفات بين الأحزاب والميليشيات فإن ثمت معاناة لا تنتهي ومأساة تتجدد وملفا شائكا للنازحين المنسيين فمشاهد الخيام المتهالكة والوضع المزري في مخيمات النزوح لم يحرك السياسيين والأحزاب الفاسدة تجاه النازحين الذين يعانون منذ سنوات دون أن تلتفت إليهم الحكومات المتعاقبة أو تفكر بإعادتهم إلى مناطقهم مخيمات النزوح في العراق تفتقر إلى أبسط المستلزمات الضرورية بحسب منظمة إنهاء الإفلات من العقاب فيما تحدث النازحون من جرف الصخر والأنبار والموصل وديالا وصلاح الدين وغيرها عن معاناتهم التي تتفاقم يوما بعد آخر وسط الإهمال الحكومي المستمر وأن أي من المسؤولين الحكوميين لم يصغي لمناشداتهم العديدة أوضاع النازحين في العراق تكشف عن معانات مأساوية جراء الإهمال الحكومي خلال السنوات الماضية وفقاً لمركز جينيف الدولي للعدالة الذي طالب المنظمات الدولية بتقديم كل ما يمكن تقديمه لتخفيف المخاطر عن النازحين وأن يعمل المجتمع الدولي بكل طاقاته من أجل وضع حد لتنامي دور الميليشيات في العراق ومحاسبة قادتها والدول التي تدعمها بسبب مساهمتها بتهجير الملايين من الأبرياء ومنعهم من العودة إلى مناطقهم وزارة الهجرة الحالية أقرت بوجود تلكء في ملف النازحين الذين بلغت أعدادهم نحو مليون ومئتي ألف نازح موزعون على ألفين وخمسمائة موقع داخل العراق ما زالوا في مخيمات النسوح حيث يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية جراء إهمال السلطات الحكومية بحسب منظمة الهجرة الدولية عمليات التهجير ومنع النازحين من العودة إلى مناطقهم تسير ضمن مخطط إيراني تنفذه الأحزاب والميليشيات التي تسعى بكل قوة إلى التغيير الديمغرافي القائم على أسس طائفية